خليني بقى اروح برضو معيك شوية يعني تأهلك لتوكيو كان يعني برضو شيء مشرف عايزة اتكلم معيك بشكل اكتر تفصيلا عن نقطة دي مش شرفني طبعا وانا فخورة جدا ان انا قدرت تحقق ده بعد فترة طويلة يعني واول حد يتحقق التأهل انا كنت سعيدة جدا ان انا يعني تقريبا كده اول واحدة مشروعية تتأهل فيعني شوية حتبقى وبعد بطولات كتير شاركتي فيها يعني احكي لنا برضو عن مشوار توكيو يعني كل حاجة بيبقى ليها فواليز الناس مش كلها بتبقى عرفاها الزبط هو المشوار بدأ من 2018 تحديدا يعني بدأنا يعني كنت احمد سلامة بدأ يحس ان في امل مثلا من 2017 تقريبا في 2018 بدأنا ناخد الخطوات الحقيقية لان التأهيل في التراثلون عندنا بيبقى يعني عبارة عن سنتين تأهيل عن طريق اه اه اتنشر سباق ست سباقات في كل سنة فالتأهيل ذات نفسه اصلا خطوة صعبة معنى لباش تأهيل مباشر مسلا من سباق واحد وتأهل لأ التأهيل كمان كان صعب قوي وفكرة اصلا ان اللعبة فيها كتير قوي وفيها قوانين كتير لازم تبقي عرفاها ومدركاها وليلين قوي اللي ممكن يبقوا 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 مليمين بكل التفاصيل دي فالمدواء كان صعب في الاول وكل شي هم بتتعلمي حاجة جديدة وكانت راح عليك ضغطة اصلا اول مصرية تتأهل يعني فموضوع صعب انت راح تتحمل اسم مصر واول مرة فمن البداية شوية الموضوع يعني ان انا ست سني صغير في اللعبة دي بالذات لان اللعبة دي سنها يعني سن التنافس فيها على المستوى العالم بيبقى كبير شوية يعني كم مسلا يعني من بعد الخمسة وعشرين بيبتدي تباني في احسن مستوى اللي هو بيك بتاع هذه غيادة حاليا اصلا اللي كسبت توكيو مسلا عند 34 سنة هي لعبة يعني الفارق في السنين اه لعبة بالذات بت يعني بتبقى محتاجة سن شوية وخبرة يعني على مدار سنين فانا سني صغير فكان هو ده اللي مقلل البريشر شوية ما كانش عليك بريشر قوي انه انا يعني اول حد دي حقق ده وبجرب فوانس نما تأهلت شوية البرشر قال يعني تلك اللغة يعني شوية الحمد لله يعني شوية الحمد لله يعني تعبت كتير على مدار فعلا ثلاث سنين انه بعد سنتين جات كورونا كمان فالتأهيل زاد كمان تفتح تاني وزاد الموضوع يعني زاد صعوبة اكتر وبدل 24 شهر بقى 36 شهر ده خطرة طويلة قوي ان انت تبقي محافظة على مستوى مستوى يعني مستوى متقدم تقريبا على مدار السنة كله ده بيبقى صعب قوي في معظم في معظم الرياضات عمت ان انت تبقي في البيكس في طول الوقت يعني